بسم الله وصلى الله على البدر المتمم سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه أما بعد مشاهدي الكرام سلام الله عليكم وتحياته ورحماته وبركاته كان سلفنا الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم يستقبلون رمضان قبل مجيئه بستة أشهر ويودعون رمضان بعد رحيله بستة أشهر يستقبلونه بدعوة ويودعونه بدعوة قبل دخول رمضان بستة أشهر يدعون ربهم ويقولون اللهم بلغنا رمضان وبعد انتهاء رمضان يودعونه بدعوة يقولون اللهم تقبل منا رمضان ورؤي أحدهم في يوم العيد يبكي ويقول أي شهر قد تولى يا عباد الله عنا حق أن نبكي عليه بدموع لو عقلنا وكان سيدنا علي بن أبي طالب ينادي في الناس يوم العيد ويقول ليس العيد لمن لبس الجديد ولكن العيد لمن خاف يوم الوعيد العيد عيد من قبل صومه وشكر سعيه وغفر ذنبه رمضان يا عباد الله رمضان هو مزرعة للخير هو شهر مبارك إن رمضان مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد فأد حقوقه قولا وفعلا وزادك فاتخذه إلى المعادي فمن زرع الحبوب وما سقاها تأوه نادما يوم الحصادي رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عطق من النيران رمضان فيه ليلة مباركة ليلة القدر خير من ألف شهر استعدوا لتستمدوا استعدوا لاستقبال رمضان بالتوبة والأوبة بالرجوع إلى الله بالندم على ما فات بالعزم على ألا تعودوا إلى المعصية استثمروا أوقات رمضان استثمروا اللحظات والدقائق والأزمنة في طاعة مولانا جل وعلا تقلبوا في بساتين رضا الله ما بين صوم وقيام وقرآن واستغفار ما بين توبة وإقبال على الله ما بين ندم على ما فات وعزم على ألا تعودوا إلى الذنوب والمعاصي استقبلوا رمضان بخطة محمدية نبوية استقبلوه كما كان يستقبله النبي كان يصوم لله حق الصيام ويقوم لله حق القيام فإذا دخل العشر الأواخر أحيا ليلة وأيقظ أهله وجد وشد المئزر ضعوا نصب أعينكم هذه الأحاديث الثلاثة من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وكونوا كما كان السلف الصالح كان الواحد منهم إذا دخل عليه رمضان يبكي ويقول في دعائه اللهم كما سلمتنا لرمضان فسلم رمضان منا وتسلمه منا متقبلا وكانوا يقولون اللهم اجعل رمضان شاهدا لنا لا علينا شهر مبارك يأتي في كل عام مرة فاجتنبوا الشر في هذا الشهر وأكثروا من الخير فيه قال مولانا جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان كان سيدنا رسول الله أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن فلرسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة اللهم كما بلغتنا رجب وشعبان فبلغنا رمضان ونحن في أتم صحة وعافية أعنا فيه على الصيام والقيام واجعلنا من السائرين على ضرب خير الأنام اللهم اجعل رمضان شاهدا لنا لا علينا واجعله في ميزان حسناتنا اللهم بلغنا ليلة القدر يا رب العالمين واجعلنا من عتقائك من النار في رمضان ومن المقبولين الفائزين آمين آمين يا رب العالمين وصل اللهم على الهاد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين شكر الله لكم حسن متابعتكم وبالله التوفيق وسلام الله عليكم ورحماته وبركاته